النهاردة نتكلم على الجزء بتاع الأكسلرايشن بالنسبة للشارح بتاعها هي نفس الشارح بتاع الفلوسطي بيزيد بس عليه ان احنا لازم نعرف ان الأكسلرايشن ليها مركبتين في الاول بالنسبة للموشن بيبقى عندي حركة لينير وحركة روتيشن وحركة جراني موشن اللينير اللي هو عبارة عن بيستون بيتحرك في السيلندر او رينج بيتحرك على الروت زي بالضبط ما قلنا في الفلوسطي الروتاشن دول بيبقى 2 ممبرز 2 بوينتس يعني ممبر بيكونوا من 2 بوينتس اللي هي A و B ال A نقطة فيكسد وال B موفينج فكده دي حركة ايه؟ الروتاشنال الجراني موشن هو ده الممبر اللي احنا بندور عليه بقى اللي هو الممبر الترفين بتقعه بيتحركه هو ده اللي احنا بنستهدفه فالممبر الجراني موشن هو الترفين بتقعه بتحركه يعني مما كده نقطة A و B عيبقى هنا A-B- بقى تبقى هنا A-B- فكل الكلام ده احنا قلناه في الفلوسطي طب ايه الجديد بقى؟ الجديد في الـ ان احنا عندنا في الـ قمنا بها فهو نفس الفكرة تحت الدرس الليلسة اللي فات ان احنا عندنا بدور لما يكون مسلا بختار الممبر اللي هو تحرك حركة جنرال وبطبق عليه الرول بتاعنا يعني احنا المرة فاكتنا بقول V A بتساوي V B plus V A relative to B طب شمال اخترت A B عشان A B طرفين بتوعب بتحركه فلما اجي حل الـ Acceleration هتبقى هي هي نفس المعادلة تبقى A A بتساوي A B plus A A relative to B وبرضو هتبقى B هي اللي A fix it طب لو انا ابتدت بال B يبقى حل المسألة كلها بالV الاول يبقى V B بتساوي V A plus V B relative to A والـ Acceleration لازم تبقى زيها هتبقى A B بتساوي A A plus A B relative to A ساعتها هنا يبقى A هي اللي fix it ده بالنسبة للـ Acceleration في حاجة بقى في الـ Acceleration لازم نعرفنا نحل الـ Acceleration هي الـ Acceleration اللي هي مركبتين Acceleration Tangent و Acceleration Normal طب الـ Acceleration التوتال بتساوي ايه Acceleration Tangent ناقص Acceleration Normal Acceleration Tangent اللي هي ألفا في R ناقص الـ Acceleration Normal اللي هي أوميجا سكوير في R فاحنا لو بنيجي نحل الـ Acceleration لأي نقطة هنقول Acceleration Tangent ناقص الـ Acceleration Normal Acceleration Tangent اللي هي ألفا cross product R وما ينفعش عكس ما ينفعش اقول R cross product alpha لأ لاني تختلف هنا احنا فلازم يبقى ألفا cross product R أما هنا الأوميجا سكوير R ده product عادي فلو عكسنا مش هتفرق إنما هنا لازم نعمل ألفا cross product R وطبعا احنا عندنا الاتجاهات اللي كلمنا عليها المرة اللي فاتت هي هي إن ده عقار أي جي كي لو من i للج لو ضربنا i في جي هيطلع لنا كي يبقى كده عكس عقار بالساعة فعكس عقار بالساعة طبا لو قلنا جي في i جي في i هيبقى هايبقى ايه فهيفرق أنا معي قوي اي في جي ولا جي في اي فعشان كده لازم يبقى في cross product يبقى الترتيب مهم الفا في ر بالنسبة للأكسيريشن تنجن وفي الفيلوزتي كنا قبل كده المرة فات قلنا أوميجا في أر مينفعش حد يكتبها أرف أوميجا أطلع لك نتائج تانية خلص نشوف المسائل